اشتركوا في القناة اهلا بكم الى تفاصيل خبر ما وراء الارهاب الحوثي بتهم التجسس لامريكا واسرائيل حيث لا تتورع ميليشي الحوثي الارهابية عن توزيع التهم الجاهزة على من يناوئ مسيرتها السوداء وهي بذلك ترهب المجتمع كي لا تساوره اي فكرة ضدها من انتقاد لسياساتها او لاحتياجات على غياب الحقوق والخدمات او حتى التبرم من الوضع دعونا نتابع هذا التقرير موظفون معروفون للجميع في المعهد الديمقراطي الامريكي والوكالة الامريكية للتنمية وهي مؤسسة تعمل وفقا لاعراف الدبلوماسية الدولية وقوانين البلد المحلية ولم يكن ما مارسه هؤلاء من اعمال سوى مهام روتينية تحت اعين الاجهزة الحكومية في دولة ما قبل جائحة الحوثي الفان واربعة عشر وعدا عن تشويه السمعة والقتل المعنوي اجبرت الميليشي هؤلاء المعتقلين على الادلاء باعترافات اكراهية تحت التعذيب ومن خلال هذه الاعترافات المنتزعة بالقوة وفق الاملاءات المرجوة منهم قد تطلق الميليشياء احكام اعدام بحقهم كما جرت العادة في محاكمات صورية سابقة وتسعى الميليشياء الى القضاء على العمل المدني والانساني في سياق تعزيز الفوضى والامية وملشنة المجتمع كذلك لترهيب اليمنيين من العمل في المؤسسات الدولية والبرامج العابرة للقارات على ان تظل حكرا بافراد السلالة الاسرية الذين يتحكمون حاليا بكثير من البرامج والمشاريع الخارجية الى جانب الاساءة للنخب المدنية المتعلمة واظهار تفوق القوة لصالح الميليشياء الهمجية الامية بما يكرس في وعي اليمنيين القناعة بعدم جدوى التعليم ويدرك اليمنيون ان ما تقوم به الميليشياء ضد الموظفين المحليين في الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية انما لاسكات الاسوات وترهيب المجتمع حتى لا يفكر في رفض ومناوات سياساتها او منتقدا لواقعه شكرا للزملاء على هذا التقرير وللحديث اكثر حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الاكاديمي والمهتم بشأن الاتصال السياسي صادق الوصابي مرحبا بك استاذ صادق نحن امام مذابح متكررة ترتكبها الحوثية على اكثر من صعيد سواء على الصعيد الحقوقي والانساني والسياسي والمدني نخبة المجتمع يعني يتم عرضهم على شاشات التلفزة وفي السوشيال ميديا وهم يدلون باعترافات قسرية تحت التعذيب وبهدف ادانة كل انسان يمكن ان يعمل في المجال الانساني الى ماذا يشير هذا التنكيل الحوثي بحق النخب التي تعمل في العمل الانساني نعم تحية لك اخي محمد ولمشاهدين الكرام ومن الواضح بان هذا النهج المتخاذل والمتساهل من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الامم المتحدة جعل الحوثي اكثر جرأة واكثر وقاحة يعني اقول في التعاطي مع المجتمع اليمني بما فيهم الموظفين في هذه الموظمات الحوثي لم تقتصر انتهاكات على المواطن اليمني وعلى المرأة اليمنية وعلى الطفل وعلى جميع اسراد الشعب اليمني وانما ايضا تمادت هذه الانتهاكات لتطال عاملين اغاثة وعاملين انسانيين وللأسف الشديد كل هذه الانتهاكات تتم من قبل هذه الجماعة الارهابية في ضل صمت دولي عديد يعني نحن نستغرب هذا الترهيب الذي يمارسه الجماعة ليس فقط ضد الشعب اليمني وانما ضد كيانات دبلوماسية كبيرة جدا تمتلك القوة وتمتلك الحصانة ولكن الحوثي حالة فريدة لم نشاهد مثلها في اي دولة اخرى نحن نعلم حتى اخي محمد في الدول التي تشهد صراعات وحتى الدول التي تنشط فيها جماعات الارهابية وميليشيات تظل الامم المتحدة لها حيبتها تظل الامم المتحدة لها مكانتها حتى في العراق في سوريا في افغانستان في كل مكان لا يمكن لأحد ان يمس حصانة الامم المتحدة او يتعامل مع هذا الكيان بهذه العنجهية وبهذا الاتزاز ان ماذا تستند الحوثية الى كل هذا وهي تحاول ان تنكل بل تنكل بالمنظمات الاممية رأينا كيف اقتحمت المفوضية السامية رأينا كيف جمعت كل الموظفين الاممين والدوليين في قاعة واحدة وكما ايضا نقلته انت على حسابك في منصة اكس وانهم اجبرون حتى على ترديد الصرخة يعني هناك سلسلة ممنهجة من التنكيل يعني ما الذي يجعل هذه الميليشيا يعني بهذه الصفاقة والوقاحة في التنكيل بالمنظمات الاممية ولا تخشى احد ما جعلهم بهذه الصفاقة والوقاحة في محمد هو السعاط الاممي معهم وسياسة الاسترضاء وسياسة الاستجداء وعدم تعديد مبدأ الشفافية والمسائلة مع كل انتهاك تقوم به هذه الجماعة تقدم الامم المتحدة ومسؤولين الامم المتحدة بالمقابل المزيد من التناجلات مثل ما ذكر تقريركم هذه الانتهاكات التي يقوم بها الجماعة وهذا الترشيب هو يحدث الى انتزاز المجتمع الدولي واخد المزيد من التناجلات والمكاتب لطالح الجماعة هناك الآن خطوة خطيرة يقدم عليها الحوثي ويعمل عليها بموافقة والمم المتحدة الآن يضغط الحوثي ان يطرر ما يسمى بتوطين العمل الانساني في اليمن وهذه خطوة خطيرة جدا هو يدعي بان هذه الخطوة تحدث الى تمكين الموظفين اليمنيين على حساب الموظفين الدوليين ولكن ما يرجع الحوثي هو السيطرة التامة والإدارة الكاملة على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبر الموظفين الذين استطاع الحوثي ان يخترق بهم هذه المنظمات منذ سنوات يعني الهدف العام من هذه الاختطافات من هذا التنكيل من هذه الاعترافات كل انسان يمني يتحدث اللغة الانجليزية وايضا بارع في الإدارة وغيرها واشتغل في المنظمات الأممية جعلوا من كل انسان يعمل في المنظمات الأممية مجرد جاسوس ومجرد عميل هل الهدف الحوثية بتجريف كل الموظفين السابقين وإحلال بدلهم عناصر موالية من السلالة نعم هذا الواقع للأسف وهذا ما يعمل عليه الحوثي منذ سنوات منذ ان اقتحم القاصم الصنعاء وهو يعمل على هذه الاستراتيجية التي استطاع منها بشكل تدريجي أن يخترق هذه المنظمات والآن وصلت به الجرأة بأن يعلن بشكل طريح بأن يجمع الموظفين الدوليين والموظفين المحليين ويتكلم على تنكين الموظفين المحليين ومثل ما ذكرت أنت وكتبت في التغريدة بأن حديث من الموظفين حتى وصل بهم الحال بأن يؤدوا الصرخة طبعا جزء كبير من هؤلاء الموظفين هم حوثيون أو هاشنيون وينتمون للجماعة ومواليد الجماعة وتم توظيفهم من قبل جماعة الحوثي والأسف الشديد مثل ما ذكرت بأن العديد من العقول والعديد من الكوادر الكفؤة اضطرت للرحيل من اليمن والعمل في منظمات دولية خارج اليمن وبعضهم طرس من العمل وبعضهم اتقل جزء كبير أخي محمد من الذين تم اعتقالهم في هذه المنظمات كان لهم صوت معارف بالحوثي ولم يرطبوا بأن يقدموا للحوثي الدعم والمساندة مثل بقية الموظفين الذين رطبوا للأسف الشديد بأن يكونوا أتباع لهذه الجماعة وبأن يقدموا التسهيلات لجهاز المتكمشة أو ما يسمى بالمجلس العلاد التسيق الشعور الإنسانية والتعاون الدولي الذي من خلاله يسيطر الحوثي على مقدرات المنظمات وينحب المنظمات باسم العمل الإنساني والذي وصفته ليزا جراندي بأنه الوحش الذي يبتلع المساعدات ويسرقها من أفواه الجوعة رغم أن ليزا جراندي عملت في المفوضية وأيضا سندت الحوثية يعني ختاما ما الذي يجب فعله حتى أولا ننقذ العمل الإنساني من هذا الابتزاز الحوثي ومن هذا التنكيل الممنهج ننقذ أيضا الموظفين الأمميين الذين كانوا يعملون بكل حرافية سواء الموظفين المحليين الذين هم الآن في السجون مخفيون وبعضهم تم عرضهم على شاشة التلفزة باعترافات قسرية ماذا يجب أن يعملها الجميع الآن؟ أولا على الأمم المتحدة بكل بساطة أن تعزم المبدأ المساءلة والشفاثية وأن تتحدث بوضوح هذا السماهي وهذا الصمت تحت دريعة عدم عرقلة المساعدات الإنسانية لم يفعل شيء سوى تمكين الحوثي ولم يفعل شيء سوى نهب الحوثي للموارد ومؤخرا حتى قام الحوثي باحتجاز مبالغ مالية في البنوك في الحسابات التابعة للأمم المتحدة وما فيها القدشة مكتب التنسيق الشرون الإنسانية ليس هناك من خطوات أو بدان يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة وبإمكانها أن تردع الحوثي يجب على هذه المرضمة أن تعلق أعمالها في مناطق سيطرة الحوثي وأن تنقل مكاتبها إلى مدن أكثر أمان وإلى مدن وتحت حكومات وتحت كيانات سيطرة هي تضمن لها الأمن وتضمن لها سلامة المنطفين ولكن نحن الآن عشر سنوات تحت حفظ الحوثي وهو ينسكل أكثر وأكثر بالأمم المتحدة وأبنى المظامات الدولية وبالعمل الإنساني حتى وصل به الحال أخي محمد بأن يؤرسل حتى على مستوى المبادرات الخيرية والجميعات الخيرية والرجال الأعمال وأصحاب المبادرات الذين يريدون ويرغبون أن يساعدون المحتاجين فيضانات الأخيرة التي حصلت في الحديدة وغيرها نعم في الحديدة قام الحوثي بأرفلة رجال أعمال ورجال خير وشباب متطوعين أن يقدموا يد العون والمساعدة للمحتاجين نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية يعمل عليها الحوثي لتركيع المجتمع وتجويع المجتمع بشكل ممنهج حتى يتمكن من السيطرة على الحج الصحفي والكاتب والأكاديمي صادق الوصابي زميل باحث في معهد واشنطن للدراسات كنت معنا شكرا جزيلا لك مشاهدي الكرام ولمعرفة أكثر حول آراء الشارع حول الإرهاب الحوثي ضد العاملين في المجال الإنساني وتهم التجسس لأمريكا وإسرائيل التهم الملفقة والكاذبة التي تروجها هذه العصابة دعونا نتابع ماذا قال الجماعي ماذا قال اليمنيون الحقيقة ما تقوم به الميليشيات الحوثية من اختطافات المتخصصين بالعمل الإنساني بالنسبة للمنظمات هم الحقيقة لا يريدون السلام ولا حتى في مخيلتهم ولا يريدون للأمن والاستقرار ولا يريدون للمواطن أن يعيش هم ينظروا إلى أنفسهم فقط هي نظرة سلالية أينما حلت الميليشيات التخريب في أي مكان هي ميليشيات تخريبية وسلالية لا تحب ولا تريد إلا نفسها ولا يستطيع العالم الحقيقة في هذه الأوضاع أن يتعايش معها فهي ميليشيات خراب لا تريد لأم ولا استقرار ولا تريد من الناس أن يعيشوا كغيرهم طبعا ننتقد الأعمال التي يقوم بها الحسيين ضد المنظمات الإغاثية والتلموية وذلك لأنهم يظنون بأن هذه المنظمات هي قواسيس لهم وأنها تعمل على إتلاف أفكارهم وعقيدتهم هذه المنظمات التي تعمل على بناء السلام والتلمية هم باعتقادهم أنها هي الباب الذي سوف يعمل على محاربة الحسيين ومحاربة عقيدتهم ذلك لأنهم ميليشيات لا يفكرون إلا بعقائدهم التكفيرية والتفكيرية التي يعملون عليها وهم ميليشيات لا يؤمنون لا بالسلام ولا بالبناء وإنما يؤمنون بالهدم والأشياء التي تضرب الإنسان والإنسانية الحقيقة أن الميليشيات الحوثية الإرهابية منذ أن ظهرت على السطح وهي تماس أبشأ صور الانتهاكات ضد الإنسانية مرسل عديد من الانتهاكات من عملية الاعتقالات وإخفاء قصري آخرها ما تقوم به الآن من الاعتقالات للناشطين والعاملين في المنظمة الإنسانية وتحاول طبعا الميليشيات الحوثية إثبات تلك التهم التي تم إرساقها بهؤلاء العاملين في المنظمة الدولية من خلال اعترابات مزيفة لا أسلها من صحة تحاول من خلال عملية التعذيب والتنكيل والإرهاب النفسي والقسدي أن تنتزع منهم اعترافات طبعا ليست حقيقية وليست صحيحة الهدف من ذلك هو تأكيد على ما ذهبت إليه من اتهامات باطلة تجاه هؤلاء العاملين في المنظمات إضافة من جهة أخرى أنها تسعى من خلال هذا العمل الإرهابي توصيل رسالة لكل الأبناء اليمن الذين يقتنون في مناطق سيطرتها على عدم التفكير في أي حراك شعبي في الدهف أو عدم الكتابة أو الظهور بانتقادات لتصربة هذه الميليشيات الحوثيين يستعودون على المنظمات بشكل كلي وكامل لصالحهم الخاص ويقومون بإجرات تعسفية ضد المنظمات من فرض عقوبات متهمين لهم بالجاسوسية والعمالة إذا كان في جاسوسية وعمالة فالي يرفضها رفض كامل إطلاقا من أساسه لكن في المناطق الشرعية ربما الوضع مختلف تماما فمنظمات إنسانية لا أقل ولا أكثر ولا لا علاقة بإطلاقا بشأن اليمني غير مساعدته إخاذيا وغذائيا السلام مطلب كل يمني حر شريف ومن لا يطلب السلام هو من يقوم بعاقة المواطن في سبيل حصوله على الغذاء مثل ما يحصل في صنعه السلوك تستخدمه ميليشيات الحوثي لتحقيق مآرب كبيرة ما حصل في الفترة الأخيرة من اختطاف العاملين في المنظمات الإغاثية إنما يدل على السلوك المنهق الذي تتخذه ميليشيات الحوثي للأمانة ما التضح من التقارير الدولية أن أكثر من ثلاثة أربع الإغاثة التي تحصل عليها اليمن تذهل إلى المناطق الشمالية وذلك بسبب الكثافة السكانية لكن إخواننا في المناطق الشمالية في مناطق سيطرة الحوثي يتضورون قوعا وما حصل أمس وقبل أمس من عملية انتحار لكثير من الناس في محافظة صنعاء وبعض المحافظات دليل على حرمانهم من هذه الإغاثة القريمة التي حصلت من أجل ابتساز العمال الإغاثة العاملين في مقال الإغاثة وذهبهم إلى السقون واختطافهم وقع لهم يعترفون إرغامهم على الاعتراف بقضايا لم يمارسوها هو دليل على إفلاس أخلاقي طارب من المنظمات الدولية ممارسة الضغط الحقيقي على الميليشيات من أجل إخراج المعتقلين في داخل السكون ومن أجل الشفافية المطلقة في صرف الإغاثة شكرا للزميل أحمد مكيبر على هذا الاستطلاع وشكرا للمستطلع آراءهم من مدينة تعز مشاهد الكرام من تفاصيل الخبر إلى وسم اليمن أهلا بكم إلى وسم اليمن الذي نرصد لكم أبرز تفاعلات اليمنيين في منصات مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز الهاشتاغات المتداولة لدى اليمنيين في منصة X ما زال هاشتاغ يحيى الرسي وحمود الهنومي يتصدر المشهد السياسي وكل منصات مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بجريمة القذف لأعراض اليمنيات التي تحدث بها محمود الهنومي نقلا عن الهالك يحيى الرسي وبدأ اليمنيون ينقبون عن أصل هذه الإساءة وعن عنوان الفجور ومنطلق الجريمة والمصدر الأساسي وهو يحيى الرسي كيف كتب اليمنيون عن هذا الموروث الآثم الذي يستهدف اليمنيين وينال من أعراضهم وشرفهم وكرامتهم ابتداء من الدكتور محمد الزياد يتحدث في تغريدة الله وينشر كلاما نسبة إلى المدعو يحيى الرسي يقول هل يستطيع حوثيكم الأهنومي وسيده طباطبة خداع اليمنيين واستمرار إساءته لأقيال اليمن وطعن شرف وعراقة نسب قبائلها والنيل من أعراض وشموخ إقليلاتها وملكاتها وحرائرها يا حشرات التاريخ التي ستدوس عليها كل أحذية إقليلات اليمن حفيدات الملكة بالقيس التي اختصهن الله بذكره في محكم التنزيل أما في التغريدة التالية فقد كتبها العميد محمد عبدالله الكوميم يقول طبعا تتذكرون يوم أزالوا من كتاب التربية الوطنية ومن أهداف ثورة 26 سبتمبر إزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات يومها قامت ثورة إلكترونية عظيمة رافضة لهذا التغيير المتعمد خرجوا بعدها ليقولوا أنه خطأ مطبعي غير مقصود واليوم عرفنا أن الهرتوع حسب تعبيره القبيع حمود الأهنومي هو قائد يتابع الكوميم هو قائد ذلك الخطأ المطبعي الغير مقصود عرفت كيف يا متعلمين يا ابتوع المدارس كيف يخارجوا أنفسهم ولكن الله يفضحهم أما عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات يقول كنا نعتقد أن الحوثيين مجرد سفهاء على مواقع التواصل الاجتماعي فقط لكن تحولت السفاهة لديهم إلى دين يشتبون خصومهم بكلمات فيها اتهامات لأمهات المؤمنين بالزنا والعهر والعياذ بالله وهي اتهامات يعاقب عليها الإسلام بالحد وكنا نستغرب من أين يأتوا بكل هذا الفحش في القول لكن يبدو أن السفاهة لها ارتباط يبدو أن السفاهة لها ارتباط بعقيدة الرسي يتابع عبد السلام بعقيدة الرسي التي جلبها معه من طبرستان ويبدو أنهم يربون أطفالهم عليها قولا وعملا ومن الواضح أن السفاهة جزء من مرجعية الحوثيين الفقهية وهي نفس مدرسة الشيعة الذين التي يطبقون كل ما يقولونه على الآخرين من زنا وشذوذ باسم المتعة مثل هذه الكلمات القذرة التي غرد بها أحد الحوثيين نراها جميعا في تعليقاتهم على تغريداتنا التي تنتقد جرائمهم أما الشيخ حمود الخرام فقد كتب أيضا تغريدة عن حقد وبغض أئمة الزيدية قائلا حقد وبغض أئمة الزيدية على أبناء القبائل العربية وصفهم بالأوغاد والأنذال واليهود والكلاب وفي مقدمتها الصحابة رضي الله عنه شاهدوا المتورد السلالي الرسي محمد عبد العظيم الحوثي يصف العربة بالأوغاد والأنذال أما الصحفي والكاتب سام الغباري فيقول هل تتوقعون ممن يشتمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمكانتها العظيمة لدى النبي صلى الله عليه وسلم ولدى أمة الإسلام قاطبة أنهم يأسفون أو يبالون إذا شتموا اليمانين ودونوا ذلك في كتبهم الشتم والفجور والقذف وتشويه السمعة سمة من سماتهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض أما عبدالله السالمي فقد كتب أيضا تغريدة في هذا السياق يقول عندما تنظر نشر صورة للمدعوى عبد الملك الحوثي يقول عندما تنظر إلى صورة عبد الملك الحوثي فأنت تنظر إلى كائن حي جمع بين السقوط الأخلاقي والغش والخداع والاستغلال والظلم وكل الممارسات التي تعكس انهيار القيم والمبادع هذا الكائن وجماعته عبارة عن فيروس خبيث خبيث انتشر في اليمن ولن تتعافى البلاد حتى يتم القضاء عليها أما فيصل الشبيبي أيضا ينقل إساءة أخرى للمدعو حمود الأهنومي قائلا ولا يزال الأفاك المدعو حمود الأهنومي يواصل الخوض في أعراض اليمنين من خلال إعادة تغريدات سفهاء المسيرة الحوثية الشيطانية التي تؤكد ما ذهب إليه جده مرسي بدون تورع أو خوف أو خجل من الله أو من خلقه عصابة حقيرة لا هم لها غير الوصول إلى السلطة بشتى السبل إبراهيم عبد القادر أيضا كتب قائلا وينقل ما يقوله هؤلاء الأسفهاء إن لم تحبوا آل البيت فأنت كما يقول الحوثيون وأسلافهم السلاليون ابن زنا أو شاذ أو بن حيض هكذا يقولون بل جعلوا من ذلك واختلقوا حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم تعالى الله أن يؤفكون تعالى الله ورسوله أن يؤفكون هذه عقيدة الحوثي الثابتة في التعامل مع اليمنيين ومن هذا الخرم يرى اليمن الأرض والإنسان فلا عجب أن ينقل الأهنومي سفاهته عن الهارك الرسي ومن لف لفه هذا انحطاط أسري يتناقلونه كابرا عن كابر سونيا صالح تقول في تغريدة لها الأهنومي هو أحد المقربين لعبد الملك الحوثي وما يطرح الأهنومي اليوم هو عبارة عن ترديد لما ورد في كتب الدجال الرسي وما ورد في ملازم الدجال حسين الحوثي وفي قادم الأيام ستجدون عبد الملك الحوثي يقول ما قاله الأهنومي وأكثر لأن هذا هو منهج الجماعة أما عرفات العامري فقد كتب عن هذا القبح قائلا هذا القبح هو من يزعم بأن مسيرته إلهية وأنه مفوض من الله ويقاتل بأمر الله وأنه من آل بيت الرسول والحقيقة الرسول والإسلام منهم براء هذا الذي يقذف يحيا سريع طبعا الذي يقذف أربعمائة شخص ويدعي أنه تم اغتصابهم في حضرموت كذبا وزورا وأمام الملأ هو من يزعم أنه يقاتل نصرة للإسلام والمسلمين في غزة وبأمر الله تخيلوا هذا الذي يقول بأنه سيحرر القدس وأنه مفوض من الله نسخة للزنابي للعرب أما الصحفي عبدالله المنيفي فقد كتب عن أحد الكهنة الحوثيين الذي تطاول أيضا وقال من لم يدخل مراكز الحوثي الصيفية فإنه نفس الإساءة التي أساء الرسي لليمنيين ونفس إساءة الأهنومي ونفس إساءة الجبيع من السلاليين يقول هذا أحد الكهنة الدجالين من سلالة الهالك المأفوني حي الرسي يتهم اليمنين في أعراضهم ويعتبر اليمن ساحة دعارة وفجور ما لم تحكمها السلالة الفاجرة أما موسى عبدالله قاسم فقد كتب عن أصل الداء والسرطان قائلا لولا الكهنة السلالية العنصرية لن دثر الدين الإسلامي في اليمن هكذا يقولون هكذا قالوا عندما توغل المجرم الأكبر يحيى حسين الرسي في اليمن الذي نشر الإسلام في ربوعها كما يدعون وهكذا يقول هذا السلالي صريعا للمسيرة الحوثية الشيطانية استمعوا للمجرم أحمد شرف الرسي منظر الدولة المدنية كما يدعي وهو يقول بأن الدين الإسلامي كان في منتهاء كان سينتهي فبعث الله عيال بدر الدين لإنقاذ الدين وحفظه من اليمن تخيلوا عبد الملك الحوثي أنقذ الدين رجل أساء للدين والإسلام والعقيدة والضمير والحياة وكل شيء أما الرجل الكريم أو الرجل الحكيم وهو كريم أيضا بفكره يقول الرجل الحكيم شاهدوا الأهنومي ماذا يقول وطبعا سيتم تدوين ذلك في كتبهم للمستقبل مثل ما فعل الهالكح الرسي هؤلاء يكررون الكذبة والافتراء والنيل من أعراض اليمنين الحوثيون هم أوسخوا بشر شفتهم في حياتي فهم مثل أجدادهم إذا لم يستطيعوا لك قاموا برمي التهم عليك وشتم عرضك اللي دافع على هذا الرجل أمثالي أش نسميه يختتم قائلا الرجل الحكيم أما الصحفي همداني العلي فقال من الطبيعي أن نجد الهاشمين يمجدون ويقدسون جدهم يحيى الرسي فهو من سرق أموال اليمنيين وثرواتهم وكدسها في مخازنهم التي شيدوها بجماجمنا وفي أراضينا المنهوبة لكن تريد مني كيمني أن أمجد جدك وأمتدح وأطبل له لماذا وكيف وبأي منطق جدك يتابع العلي جدك الكاهن الرسي لم يترك جريمة وقبيحة إلا ومارسها بحق أجداده ووثق ذلك بحبره وخط يديه وفي كتبه ومؤلفاته كيف تريد مني أن أمتدحه لا يفعل ذلك إلا شخص بلا كرامة جدك لم يمارس الجرائم والرذائل والانتهاكات ضد اليمنيين وحسب واكتفى بذلك لكنه شرعنا العنصرية ضدنا وترك كتبا ومؤلفات يحث بها ذريته بأن يقوم بما قام به وهذا ما يفعله عبد الملك الحوثي وأبناء عمه في بلادنا ضع نفسك مكاني فكر قليلا والله لا يمتدح جدك الرسي إلا تافه وحقير مثله بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية وسم اليمن وإلى حكاية بوست أهلا بكم إلى حكاية بوست ننقب عن أكثر المنشورات والتغريدات تفاعلا لدى اليمنيين والتي حظيت بردود أفعال كبيرة وأثارت جذلا في الأوساط اليمنية عن منظمة مواطنة عن جناح الحوث الناعم الذي يحظى بدعم أممي ودولي في آن حيث رحبت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان كما تسمي نفسها بتسلم الأمم المتحدة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء في هذه التغريدة التي رحبت فيها منظمة مواطنة رحبت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بتسلب الأمم المتحدة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية صنعاء مكتب المفوضية السامية اقتحمه الحوثيون صادروا كل محتوياته وعبثوا وفعلوا كل الأفعيل بحضور منسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس ووزير خارجية وشؤون المقتربين جمال عامر وصفت وزير خارجية الإرهاب والانقلاب بوزير الخارجية دون حتى أن تقول إلى وزير خارجية الحوثي أو أمر الواقع أو غيرها من الصفات التي تتحدث بها وتدعي أنها محايدة دعونا ماذا كتب النشطاء عن هذا الاعتراف مواطنة أو هو طبعا ليس اعترافا هي أيضا تعمل وفق أجدات الميليشيا الحوثية وتبيض جرائمها فقط وهي متخصصة فقط ضد اليمنيين وحسب نبدأ بما رد رياض الدبعي الناشط الحقوقي يتحدث عن سلسلة التغريدات التي كتبتها مواطنة عن التقييم والمراجعة ليكتشف عن أهم المراجعات التي دشنتها هذه المنظمة يقول يوم أمس نشرت منظمة مواطنة عن حقوق الإنسان سلسلة تغريدات عن التقييم والمراجعة لكل أعمال مواطنة وأكدت بأنها أجرت عملية تقييم معمقة على مستوى العمل الحقوقي والمالي والإداري لم تمر سوى 24 ساعة من عملية التقييم حتى وصفت المنظمة المدعو جمال عامر بوزير الخارجية يضيف دون الإشارة إلى أنه وزير خارجية في حكومة المتمردين الحوثيين غير المعترف بها دوليا أما الناشط إياد قاسم فقد أيضا كتب عن مواطنة قائلا مواطنة لحقوق الإنسان تصف قياديا بميليشي الحوثي جمال عامر بوزير الخارجية وشؤون المغتربين لم يعد الأمر خلف الستار تكشف مواطنة كل يوم عن حقيقة أجندتها وولائها السياسي للجماعة الدينية الحوثية وهو أمر ليس مستغربا لمن يبحث بخلفية القائمين عليها لقد تم تأسيس مواطنة لمواجهة الخصوم يضيف إياد لمواجهة خصوم الحوثيين فقط ما هو مستغربا أن هذه المنظمة مولها الاتحاد الأوروبي وخارجيات دول أوروبية طيلة سنوات ولا يزالون أما علاء توفي فقد دد عليها منظمة مواطنة نشرت اسم وصف وزير خارجية تابعة لجماعة إرهابية غير معترف بها دوليا دون توضيح إلى أنه يمثل هذه الجماعة هذا خرق لمبادئ الحياد ولمعايير النزاهة التي لطالما تتحدثون عنها إغفال هذه التفاصيل يضلل الجمهور ويعطي انطباعا غير دقيق بشأن المركز القانوني والسياسي للطرف المعني أما الدكتورة أمل الحاج فقد وصفت المنظمة بأنها مجرد غطاء لهذه العصابة قائلة أنتم مجرد غطاء للعصابة الحوثية الإرهابية الصحفي بدر القحطاني يتساءل قائلا كيف تتعامل حكومات غربية ووكالات أممية مع منظمة تسمي وزير حكومة غير معترف بها دوليا ووزير خارجية هذا الشخص منتحل بشكل علني شخصية وزير الخارجية اليمني ولو سافر مفترض يقبض عليه بتهمة انتحال صفة موظف دولة وكبير دبلوماسيها يتساءل أما الصحفي صادق الوصابي فقد وجه رسالة إلى منظمة قائلا إلى منظمة مواطنة الإخوة في مواطنة نشر اسم وصف وزير خارجية تابعة لجماعة إرهابية غير معترف بها دوليا دون الإشارة بوضوح إلى أنه يمثل هذه الجماعة وليس الدولة المعترف بها دوليا هو خرق لمبادئ الحياد والدقة ولمعايير النزاهة والوضوح التي لطالما تتحدثون عنها إغفال مثل هذه التفاصيل يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور ويعطي انطباعا غير دقيق بشأن الوضع القانوني والسياسي للطرف المعني أما مشير المشرعي فقد أيضا كتب تعليقا على منظمة مواطنة يقول من أخذ يتساءل من أخذ مكتب المفوضية واختطف الموظفين طيب واضحوا هل صاحب المبنى رفع عليهم الإيجار وغلق المبنى ولا المقود اختطف الموظفين عشان ما سددوا حق القات يتساءل ساخرا من هذا البوست الذي يعترف بالحوثية إذن مشاهدين الكرام بهذا نكون قد لازال لدينا تعليقا آخر أيضا دكتور نجيب جعفر لازال لدينا دكتور نجيب جعفر الذي علق عن مواطنة يقول اسمكم مغالطة لحقوق الإنسان وبهذا التعليق نكون قد وصلنا إلى نهاية حكاية بوست وإلى فيديو تريند أهلا بكم إلى فيديو تريند نبحث عن أكثر الفيديوهات التي تداولها اليمنيون التي أثرت جدلا عن إعلام الحوثي وعن الاحتشاد المسعور للتستر على قذف اليمنيات وإساءة الأهنومي للأعراض حيث أثار الإعلامي الحوثي المدعوى عبد الحافظ معجب سخرية عارمة لدى اليمنيين من حديثه عن المسيء وقاذف أعراض اليمنية المدعوى الأهنومي مبررا أن أبحاث الأهنومي أبحاث الأهنومي هل كانت أبحاث معنية بالفضاء بوكالة ناسا وغيرها أم أنها أبحاث عن الإساءة والفجور والدعارة وغيرها من الألفاظ السوقية السفيها التي روجها والتي نقلها عن سيده الأكبر المجرم يحي الرسي يقول أن أبحاث الأهنومي أزعجت أمريكا ما أحدث انتقادات هذا الفيديو أحدث انتقادات وسخرية من هذا الحديث الساذج الذي يبرر للأهنومي إساءته لأعراض اليمني والذي يستنكر هل هذا المدعوى عبد الحافظ معجب هل هو من اليمنيين حتى يصم أذنيه و أيضا يصمت عن التحدث عن هذه الإساءة البالغة نبدأ بلمية الحرازي دعونا أولا نتابع هذا الفيديو الذي أيضا اقتص برنامج ستوديو سهيل الذي أيضا فضحنا هذا المسيء حمود الأهنومي وحاول أن يستخدم هذا البرنامج في إطار حديثه وإساءته لمن تصدوا لهذا المسيء للأعراض اليمنيات دعونا نتابع أنا آلمني وأوجعني كثيرا ما تعرض له الباحث والمؤرخ الدكتور حمود الأهنومي حمود الأهنومي أزعج أمريكا ومن خلف أمريكا بالأدوار العلمية والبحثية الذي يقوم بها أزعج السعوديون كثيرا عندما فتح ملف مجزر التنومة ويدرس المئات من الطلاب التاريخ كما يجب رجل يقدم للبلد كل ما يستطيع فراحوا المرتزقة أدوات أمريكا بحثوا عن تسجيلات صوتية ومرئية قديمة مش إنه كلام قالوا أمس أو قبل أمس أو ذا الأسبوع لا عشان أنت تعرف إنه هذه حملة مبيتة هذا عمل منظم إنه لو الآن أنا صرحت بشيء بهذه اللحظة وحد عجيه هاجمني أوكي فنقول إنه أنا يعني قلت شيء لم يعجبهم فهاجموا حمود الأهنومي أزعج أصوات أو أمريكا حكذا يقول أزعج مرتزقة أمريكا ويقول أن هذا الفيديو قديم بينما الفيديو موثق وخلف هذا الفيديو يظهر المدعو حمود الأهنومي وهو في صفر عام 1446 أي في هذا الأسبوع ويحاول هذا المسيء وهذا الزنبيل أن يظهر مدافعا عن إساءة هذا المأفون لأعراض اليمنيات كيف رد اليمنيون وكيف تناقلوا هذا الفيديو وكيف وجهوا له السخرية البالغة نتيجة هذا الغباء وهذه السذاجة وهذا الانخراط المسفي في الدفاع عن هذا المسيء الذي تعدى على أعراض اليمنيات ابتداء من لمية الحرازي تقول عن معجب هذا المسخ الإعلامي الحوثي يقول أن الأهنومي أزعج أمريكا بأبحاثه العلمية يا ربي مدري نضحك ولا نبكي أما محمد مهدي فقد وصف معجب المهرج وقائلا حسب المهرج معجب أن الأهنومي أزعج الأمريكين كثيرا بالأدوار العلمية والبحثية هيا شوفوا هذه العقليات المتخلفة أما المحامي محمد المسوري فقد وصف عبد الحافظ معجب بالمرتزق قائلا المرتزق الحقير عبد الحافظ معجب قال أن كلامه الحقير الفاسق حمود الأهنومي قديم يا عبد الحافظ كن افتح عينك وركز في التاريخ وبعدين يا ذي بعد كرامتك حتى لو الكلام قديم فهو جريمة يا معجب هم يتدارسوا كتب الفاجر يحيى الرسي لليوم شرف اليمنيات أغلى منك ومن الحوثي أما عبد الله السالمي فقد أيضا كتب ورد على معجب قائلا قل لك حمود الأهنومي أزعج الأمريكين كثيرا بالأدوار العلمية والبحثية يمكن كان يشكل خطر على محطة الفضاء الدولية يا شباب أحس أن هذا المعتوه أخو عبد الملك في الرضاعة نسبة الذكاء التي فيه مش طبيعية أهلا بكم إلى وصل صوتك والذي ننقب عن أكثر المشاركات التي أوردها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مختلف القضايا وما زالت قضية الإساءة الحوثية البالغة لأعراض اليمنيات عبر المدعو حمود الأهنومي الذي نقل عن يحيى الرسي قوله بأساء إلى اليمن واليمنيين بأنهم كانوا قبل أن يأتي كانوا مشهورين بالفجور وغيرها من الكلام البديء والمبتدل الذي لا يمكن أن يتلفظ به إنسان عاقل نهيك عن إنسان مسلم عن الكهنوت والسلالة والإمامة عن منطلق الإساءة والعدوان ضد اليمنيين دعونا نتابع ما تحدث به الناشط أبو فهد علي هكذا يسمي نفسه على منصة X عندما تجاهل اليمنيون فقاسة الكهنوت الإرهابية العنصرية المتمثلة بأفكار المجرم يحيى السرء الرسي ولم يقضوا عليها طوال تاريخ ثوراتهم التحررية كانت النتيجة استمرار هذه الجرائم المتسلسلة والإساءة المتواصلة بحق اليمن واليمنيين دعونا نتابع ما تحدث به أبو فهد علي حياكم وعلى شباب ظهر ولد اسمه حمود الأهنمي يقول أن الهادي جاء لليمن لغرض منعهم من ممارسة الرذائل وجاء بكلام جماعة الخير وتفاصيل أستحي أن نقولها وللإنصاف هو نقل ما تحتويه كتب الزيدية التي كتبها جيش من السلاليين خلال قرون طويلة لتبرير تكالبهم على اليمن وتسلطهم على أهله وممتلكاتهم وسفكهم لدمائهم ونهبهم لأرضهم يقصد أن الأهنمي بالهادي هنا هو المجرم يحيى حسين الرسي الذي قدم إلى صعده برفكة مرتزقة من الفرس عام 284 هجرية الرسي الذي هرب إلى اليمن من سيوف كيادات الدولة العباسية وهم أبناء العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد محاولتها التآمر عليهم بدعم فارسي الرسي هذا رفضتها كل الدنيا ولم يجد مكان يحتمي به إلا جبل صعده ومنازل رجالها العظماء وموائدهم الكريمة تمسكن بينهم حتى تمكن ليتحول بعدها إلى قاتل لمن أمنه وهادم للمنازل التي آوته وخائنا لمن أطعمه وسقه فصب سموم زيديتها السوداء بين اليمنين شوفوا كيف فعبك المؤامرات والتسائس بينهم ليشن لاحقا حروب متسلسلة عليهم حتى صرع في صعده الرسي هذا قتل في صعده وصرع في صعده ليتحول قبره إلى ضريح وجامع يعبده السودج والبسطاء في تعدي وتحدي لضحاياه من اليمنيين كتل من اليمنيين الكثير لمن لا يعلم بأسلوب هؤلاء الناس مثل أمثال هذا الأهنومي فهؤلاء يستخدمون قضاء من زمان يعني يستخدمون قضايا الشرف والجنس والمرأة في تشويه خصومهم وما زالوا حتى اليوم ينهلون من ذلك المستنقع الآسل لمعرفتهم بأن تلك المسائل تمثل خطوط حمراء في المجتمع اليمني هؤلاء جماعة الخير يروجون لتلك الأكاذيب على اليمنيين دون خجل أو حياء وهذا ليس غريبا عندهم فهم ما تركوش حتى أم المؤمنين عائشة زوجة النبي من هم الذين يرمون اليمنيون بهذه التهمة الشائلة هم من يضعون رذائل المتعة في صلب معتقاداتهم ومذهبهم ويمارسونها جهارا وعلنا اليمنيون من قبل الرسي بل من قبل ظهور الإسلام بقلون طويلة كان منارة العلم والصناعة والتجارة والعمارة وهم من طوع الأرض وأخضع الجبال للزراعة ونحت الصخور وشيد القصور والسدود اليمن أيها الأهنومي أو أيها الرسي الصغير أكبر من أن تمسه بسموم إنصريتك ونساء أشرف من كل أئمة شكراً للناشط أبو فهد علي على هذا الحديث المختصر عن هذا الوباء وعن هذا السرطان الذي لن يأمن اليمنيون شره إلا باستئصاله في أمان الله اشتركوا في القناة